السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة موزي موريك روشي أتمنى ربنا يوفقني بالفيديو النهاردة يعجبكم تستفادوا منه لو عجبكم الفيديو عملوا له لايك وشير واكتبوا لي رأيكم في التعليقات واكتبوا لي كمان بتشاهدوني من أي بلد ولو لسه أول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني يسعدني اشتراككم في القناة فاشتركوا فعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بأي فيديو جديد أنا بعمله ويلا بنا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي أنا هشتغل بخيط مكرمية مصري متوسط السمك سمك 3 ملي وإبرة رقم 5 مليمتر تقدروا تشتغلوا بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة لي وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي أنا هشتغل بيها معاكم النهاردة وتقدروا كمان تتحكموا في المقاسات تكبروا أو تصغروا حسب المقاسات اللي أنتوا عايزينها هبدأ باسم الله هعمل دايرة سحرية وهشتغل داخل الدايرة اتنشر عمود بلفة بعمل الدايرة السحرية بالطريقة دي كده وبدخل بالإبرة في الدايرة وباسحب الخيط وباشتغل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وبحسبهم أول عمود بلفة بسلك طرف الخيط بتاع البداية عشان أقدر أتحكم في الدايرة بتاعتي أديأ وأوسع بسهولة بحط علامة في السلسلة رقم تلاتة من الارتفاع عشان هقفل فيها السطر الأول بغرزة منزلكة بعد كده هشتغل حداشر عمود بلفة عشان أكملهم اتنشر وباخد معايا طرف الخيط بتاع البداية باشتغل عليه عشان أسبته العمود بلفة باشتغله إزاي؟ معايا لفة على الإبرة باخد كمان لفة من الخيط أصبح معايا لفتين بدخل في الدايرة ومعايا طرف الخيط بتاع البداية بسحب الخيط أصبح معايا تلات لفات على الإبرة بسحب من أول لفتين اتكون معايا لفتين بسحب من اللفتين دي طريقة غرزة العمود بلفة بكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل للعمود رقم اتنشر كده أنا اشتغلت اتناشر عمود بلفة بما فيهم الارتفاع زي ما اتفقنا بحسبه من ضمن العدد بسحب طرف الخيط بتاع البداية بقفل الدايرة كويس جدا وبعد كده بقفل السطر الأول بغرزة منزلقة مكان العلامة في السلسلة رقم تلاتة من الارتفاع بدخل في السلسلة تحت حلقتين تحت الحلقة الخلفية والحلقة اللي هي في الخلف اللي ورا دي وبسحب الخيط وبعمل منزلق كده أنا اشتغلت أول سطر في الدايرة السحرية اتناشر عمود بلفة بداية من السطر التاني هشتغل الأعمدة كلها في الحلقة الخلفية للغرزة مع الحلقة اللي هي خلف العمود بلفة بنسميها خلف الخلفية يعني تحت حلقتين هوضح لكو أكتر بدخل كده في منتصف حرف ال V تحت اللفة الخلفية للغرزة مع الحلقة اللي هي خلف الخلفية يعني تحت حلقتين عشان الشغل بتاعي بقى ثابت أكتر تقدر تشتغل تحت الحلقة الخلفية بس أنا بحب أشتغل تحت الحلقتين عشان الدايرة تبقى ثابتة معي الحلقة الخلفية لغرزة العمود مع الحلقات الصغيرة اللي هي ورا دي هبدأ السطر التاني هشتغل تزايد في كل الغرز يعني ايه تزايد يعني بشتغل في كل غرزة غرزتين مع بعض نخلي بالنا ان المنزلقة اللي انا قفلت بيها السطر الاول دي بحسبها راس للعمود الاول اللي هو الارتفاع التلات سلاسل يعني انا لو عديت الغرز دي كده هلقيهم اتناشر بما فيهم المنزلقة اللي انا قفلت بيها ببدأ السطر التاني بارتفع تلات سلاسل وبحسبهم اول عمود وبحط العلامة في السلسلة رقم تلاتة وبشتغل معاها في نفس المكان وبشتغل في نفس الغرزة عمود بلفة بدخل كده في منتصف حرف الفي بتاع المنزلقة اللي انا قفلت بيها مع الحلقتين بتوع سلسلة رقم تلاتة اللي انا عملت فيهم منزلقة تحت وبشتغل عمود بلفة بعد كده بشتغل في كل الغرز كل غرزة بشتغل فيها عمودين مع بعض في الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي هي خلف الخلفية زي ما اتفقنا تحت حلقتين في نفس الغرزة كمان عمود هكامل بنفس الطريقة كل غرزة بشتغل فيها غرزتين عمود بلفة لحد ما وصل لاخر السطر اشتغل فيها وصلت اخر السطر التاني اشتغلت اربعة وعشرين غرزة عمود بلفة عملت تزايد في كل الغرز هقفل السطر بغرزة منزلقة في السلسلة رقم تلاتة من الارتفاع بدخل هنا في منتصف حرف الفي تحت اللفة الخلفية مع اللفة اللي هي تحتها دي تحت لفتين وبسحب الخيط وبعمل منزلقة الحلقات الامامية اللي انا سبتها دي هشتغل فيها البتلات بتاعة الوردة هبدأ السطر التالت بنفس الطريقة برتفع ثلاث سلاسل وبحسبهم اول عمود وبحط العلامة في السلسلة رقم تلاتة هشتغل السطر التالت ازاي بشتغل في غرزة تزايد والغرزة اللي بعدها بشتغل غرزة واحدة يعني غرزة بشتغل فيها غرزتين والغرزة اللي بعدها بشتغل فيها غرزة واحدة هشتغل مع الارتفاع في نفس الغرزة كمان عمود بلفة. بدخل كده في المنزلقة اللي انا قفلت بيها مع سلسلة رقم تلاتة في الارتفاع تحت. وبسحب الخيط وبشتغل عمود بلفة. الغرزة اللي بعدها بشتغل عمود بلفة واحد. الغرزة التالتة بشتغل عمودين بلفة. تزايد. في الغرزة الرابعة بشتغل عمود بلفة واحد. هكامل بنفس الطريقة بشتغل تزايد فردي لحد ما وصل لآخر السطر التالت. ووصلت آخر السطر التالت اشتغلت ستة وثلاثين غرزة عمود بلفة. هقفل السطر بغرزة منزلقة مكان العلامة. وهبدأ السطر الرابع. السطر الرابع بشتغل غرزة زوجي واتنين فردي. يعني ايه زوجي? يعني بعمل فيها تزايد. يعني بشتغل في الغرزة غرزتين مع بعض. وفردي يعني بشتغل في الغرزة غرزة واحدة. بعد ما قفلت بمنزلقة بارتفع تلات سلاسل. وبحسبهم اول عمود. وبحط العلامة في السلسلة رقم تلاتة. وبشتغل مع الارتفاع في نفس المكان غرزة عمود بلفة. ده اول تزايد انا بعمله في السطر الرابع. بعد كده بشتغل غرزتين فردي. كل غرزة فيها غرزة واحدة. وبكرر بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر السطر. الغرزة رقم اربعة. بشتغل فيها غرزتين. بعمل فيها تزايد يعني زوجي. والغرزة رقم خمسة وستة. بشتغل فيه مفردي يعني عمود واحد. هكرر بنفس الطريقة بشتغل غرزة زوجي واتنين فردي لحد ما وصل لاخر السطر الرابع. وصلت اخر السطر الرابع اشتغلت تمانية واربعين غرزة عمود بلفها. هقفل السطر بغرزة منزلقة ومكان العلامة. في السلسلة التالتة من الارتفاع. وهبدأ السطر الخامس. بارتفع تلات سلاسل وبحسبهم اول عمود. وبحط العلامة في السلسلة رقم تلاتة. السطر الخامس هشتغل غرزة تزايد وتلاتة فردي. او غرزة زوجي وتلاتة فردي. وهكرر لحد ما وصل لاخر السطر. مع الارتفاع في نفس الغرزة بشتغل عمود بلفة. بعد كده بشتغل تلاتة فردي. في كل غرزة غرزة واحدة. في الغرزة رقم خمسة بشتغل تزايد يعني زوجي عمودين مع بعض. بعد كده بشتغل تلاتة فردي. كل غرزة فيها غرزة واحدة. هكرر بنفس الطريقة بشتغل زوجي وتلاتة فردي. او تزايد وتلاتة فردي لحد ما وصل لاخر السطر الخامس. وصلت اخر السطر الخامس اشتغلت ستين غرزة عمود بلفة. هقفل السطر بمنزلقة مكان العلامة. ده هيكون اخر سطر انا هشتغله لاني تقريبا وصلت للمقاس المناسب. بقفل السطر الخامس بغرزة منزلقة. وهقول لكم المقاس كم سنتي. طبعا لو حابين تزودوا المقاس عن كده بتشتغلوا بنفس الطريقة. السطر السادس بتشتغلوا تزايد واربعة فردي. والسطر اللي بعده بتشتغلوا تزايد وخمسة فردي. والسطر اللي بعده تزايد وستة فردي وهكزا. بتزودوا عدد الغرز الفردية. لحد ما توصلوا للمقاس اللي انتو عايزينه. ده شكل الداير اللي انا اشتغلتها. الحلقات الامامية اللي انا ستتها دي هشتغل فيها البتلات بتاعة الوردة. نشوف المقاس كم سنتي. مقاس الداير اللي انا اشتغلتها تمنتاشر سنتي بالزبط. بعد كده هشتغل سطر من غرز الحشو من غير اي تزايد. بارتفع سلسلة وبسيب الغرزة اللي انا قفلت فيها بمنزلقة وبدخل في الغرزة التانية وبشتغل تحت الحلقتين غرز حشو. كل غرزة بشتغل فيها غرزة حشو واحدة لحد ما وصل لاخر السطر. هكامل غرز حشو لحد ما وصل لاخر السطر. وصلت اخر السطر هشتغل اخر غرزة حشو في المنزلقة بتاعة السطر الخامس. بدخل هنا في المنزلقة تحت الحلقتين. اللي انا قفلت بها السطر الخامس وبشتغل اخر غرزة حشو. بعد كده بدخل في اول غرزة تحت الحلقتين برضو باسحب الخيط وبعمل منزلقة. وهسبت الخيط مش هقصه عشان هسبت بيه ايد الشنطة. بعد دي من الحلقة دي كده طرف الخيط او شلت الخيط الباقي معي. وبسبتها لحد ما وصل لمرحلة ان انا هسبت ايد الشنطة عشان مقصش خيط كتير. كده انا اشتغلت الدايرة بتاعتي اللي انا هشتغل عليها بعد كده البتلات بتاعة الوردة. هقول لكم المقاس كم سنتي بعد ما اشتغلنا سطر الحشو. مقاس الدايرة اصبح عشرين سنتي بالزبط. بعد كده هجيب طرف خيط جديد وهجيب الابرة ونشوف هنشتغل البتلات بتاعة الوردة ازاي. هشتغل البتلات بتاعة الوردة زي ما اتفقنا في الحلقات الامامية اللي انا سبتها في غرز العمود بلفة في الحلقات دي كده. بعد ما جبت طرف خيط جديد هبدأ من هنا من اول سطر انا اشتغلته في الدايرة السحرية من الغرزة دي اللي انا بقفل فيها بمنزلقة وبسحب طرف الخيط. وبارتفع تلت سلاسل وبحسبهم اول عمود. واحد اتنين تلاتة بشتغل مع الارتفاع في نفس الغرزة عمودين بلفة. وباخد معي طرف الخيط بتاع البداية. يبقى انا كده اشتغلت تلاتة اعمدة بلفة في اول غرزة. بعد كده بروح على الغرزة التانية طبعا بطبق الشغل كده عشان اعرف اشتغل. معي برضو طرف الخيط. باشتغل في الغرزة التانية تلاتة اعمدة بلفة. في الحلقة الامامية اللي انا سبتها. كده انا اشتغلت في اول غرزتين ستة اعمدة بلفة. بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل وبشتغل على الستة اعمدة اتناشر غرزة حشو. بشتغل في كل عمود غرزتين حشو. تحت الحلقتين. كل باتلة هتبقى عبارة عن تلات ادوار. دور عمود بلفة. والدور التاني غرز حشو. والدور التالت منزلقها وسلسلة. زي ما هنشوف مع بعض. ما ننساش السلسلة التالتة من الارتفاع. بشتغل فيها برضو غرزتين حشو هنا. عشان الارتفاع بحسيبه عمود من ضمن العدد. كده انا اشتغلت على الستة اعمدة اتناشر غرزة حشو. بعد هنا خمس غرز. بقفل في الغرزة الخمسة بغرزة منزلقة. بعد في الغرزة اللي تحت اللي هنا اللي هي الحلقات الامامية. واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي الخمسة بقفل بمنزلقة. او بشتغل غرزة منزلقة. نعد تاني واحد اتنين تلاتة. اربعة. في الخمسة هنا بعمل منزلقة. بدخل كده وبسحب الخيط. وبعمل منزلقة. بعد ما عملت منزلقة بارتفع سلسلة. وبلف الشغل وبشتغل على الاتناشر غرزة حشو اللي انا اشتغلتهم. غرز منزلقة في كل غرزة وبين كل غرزة منزلقة والتانية باشتغل سلسلة. كده انا ارتفعت سلسلة بدخل هنا في اول غرزة حشو. بسحب الخيط وبعمل منزلقة. وبارتفع سلسلة. الغرزة التانية بعمل منزلقة. بارتفع سلسلة. التالتة بعمل منزلقة. وبارتفع سلسلة وبكرر لحد ما وصل لاخر غرزة. تالتة بعمل منزلقة. كده انا بروزت البتلة اشتغلت اتناشر غرزة منزلقة في الاتناشر غرزة حشو وبين كل منزلقة والتانية اشتغلت سلسلة. اداني شكل الزجزاج ده كده شكله جميل جدا. بعد كده بعد في الجنب التاني اربع غرز وبشتغل في الخمسة منزلقة. بعد هنا من تحت كده بسيب اربع حلقات. واحد اتنين تلاتة اربعة في الخمسة هنا اللي هي اخر غرزة في السطر بشتغل منزلقة. بسحب كده وبعمل منزلقة. كده انا اشتغلت اول بتلة. في السطر الاول. شكلها جميل جدا. بعد كده من نقطة النهاية دي اللي انا عملت فيها منزلقة. بارتفع تلات سلاسل وبحسبهم اول عمود في البتلة التانية. في نفس الغرزة بشتغل كمان عمودين بلفة مع الارتفاع. باروح على الغرزة التانية اللي جنبها اللي انا قفلت فيها بمنزلقة هنا. بعد ما اشتغلت سطر الحشو قفلت بمنزلقة هنا. باشتغل في نفس الغرزة اللي انا قفلت فيها بمنزلقة. ثلاثة عمودة بلفة. برضو مع نفس البتلة الاولى. كده انا اشتغلت ستة اعمدة بلفة. بارتفع سلسلة وهشتغل عليهم اتناشر غرزة حشو. بلف الشغل وبشتغل اتناشر غرزة حشو في كل عمود غرزتين حشو. اشتغل بعد ما اشتغلت اتناشر غرزة حشو. بعد تحت هنا اربع غرز وبقفل بمنزلقة في السلسلة. بعد اربع غرز واحد اتنين تلاتة اربعة وبشتغل في الخمسة اللي هي فيها البتلة الاولى. هنا كده. دي الغرزة الخامسة بعمل فيها منزلقة. بسحب الخيط. وبعمل منزلقة. بعد كده بارتفع سلسلة. وبلف الشغل وبشتغل منزلقة وسلسلة على غرز الحشو اللي انا اشتغلتها. هنا في اول غرزة حشو بعمل منزلقة. بارتفع سلسلة. الغرزة التانية بعمل منزلقة. وبارتفع سلسلة وبكرر لحد ما وصل لاخر السطر. بعد ما اشتغلت اخر غرزة منزلقة هقفل بمنزلقة تحت. بعد الاربع غرز واحد اتنين تلاتة اربعة وفي الخمسة اللي انا اشتغلت فيها البتلة الاولى. مع البتلة الاولى في نفس المكان هنا في نفس الغرزة بعمل منزلقة. هقص طرف الخيط الزيادة. كده انا اشتغلت اول بتلتين في اول سطر. بعد كده هنقل على السطر التاني. بشتغل اتنين سلسلة او تلاتة حسب الطول الموجودة عندي هنا في السطر. عشان اوصل للغرزة اللي انا هبدأ منها. انا هنا هرتفع اتنين سلسلة. واحد اتنين. وبدخل في الغرزة الاولى هنا في السطر التاني. وبعمل منزلقة. كده انا وصلت للسطر التاني اللي انا هبدأ منه. بعد كده بارتفع تلات سلاسل. وبحسبهم اول عمود. وفي نفس الغرزة بشتغل عمودين بلفة. بداية من السطر التاني هشتغل تسع اعمدة بدل ستة. في البتلات الاولى انا اشتغلت ستة اعمدة. في البتلات اللي في السطر التاني وبعد كده في السطور اللي جاية كلها هشتغل تسع اعمدة بلفة في تلات غرز. كده انا اشتغلت تلاتة. في الغرزة التانية بشتغل تلاتة. والغرزة اللي بعدها بشتغل تلاتة اعمدة. كده انا اشتغلت تسع اعمدة بلفة. بشتغل برضو بنفس الطريقة بارتفع سلسلة وهشتغل عليهم تمنتاشر غرزة حشو. كل عبود بشتغل فيه غرزتين حشو. بعد ما اشتغلت تمنتاشر غرزة حشو على التسع اعمدة. بعد هنا خمس غرز وبقفل بمنزلقة في الغرزة رقم ستة. بعد تحت كده في الحلقات الامامية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي الحلقة رقم ستة او الغرزة رقم ستة بعمل منزلقة. يبقى الفرق بين البتلات اللي في السطر التاني واللي في السطر الاول ان انا هنا بشتغل تسع اعمدة بلفة بدل ستة. وبقفل في السلسلة. وبقفل في الغرزة رقم ستة. في السطر الاول كنت بقفل في الغرزة رقم خمسة. بارتفع سلسلة وبلف الشغل وهاشتغل منزلقة وسلسلة على غرز الحشو اللي انا اشتغلتها لحد ما وصل عند اخر غرزة. خلاص كده وصلت اخر السطر. منزلقة وسلسلة. بقى الشكل زي ما انت شايفين. بعد تحت خمس غرز او خمس حلقات امامية. وبشتغل منزلقة في رقم ستة. بعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي رقم ستة هنا بدخل وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. كده انا اشتغلت اول بطلة في السطر التاني. هكرر بنفس الطريقة وهاشتغل كمان اتنين بنفس الطريقة. من نقطة النهاية هنا بارتفع تلات سلاسل وبحسبهم اول عمود. وبشتغل مع الارتفاع عمودين بلفة كمان عشان اكملهم تلاتة. وفي الغرزة اللي بعدها بشتغل تلاتة اعمدة بلفة. واللي بعدها بشتغل تلاتة اعمدة بلفة. وبعد كده بشتغل على التسع اعمدة تمنتاشر غرزة حشو. ونرجع نقفل البتلة اللي انا هشتغلها التانية مع بعض. كده انا اشتغلت تسع اعمدة بلفة في البتلة التانية. وارتفعت سلسلة وارجعت عليهم بطمنتاشر غرزة حشو السطر التاني. هقفل بمنزلقة. تحت هنا بعد خمس غرز. او خمس حلقات امامية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وبقفل بمنزلقة في رقم ستة. اللي هي اللي انا اشتغلت فيها البتلة دي. مع البتلة دي كده في نفس الغرزة. الغرزة رقم ستة بالنسبة لي. بسحب الخيط. بدخل من جوة كده. وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. بعد كده بارتفع سلسلة. وبلف الشغل وبرجع بنفس الطريقة منزلقة وسلسلة. على غرز الحشو التمنتاشر لحد ما وصل لاخر غرزة. وصلت اخر غرزة منزلقة هنا في الزجزاج اللي انا بشتغله على البتلة. هقفل تحت بغرزة منزلقة. في الغرزة رقم ستة. بعد كده الحلقات الامامية او الغرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي رقم ستة هنا بسحب الخيط وبعمل منزلقة. كده انا اشتغلت البتلة التانية في السطر التاني. فاضل عندي بتلة واحدة. بكرر بنفس الطريقة. من نقطة النهاية هنا ببدأ البتلة الثالثة. بارتفع تلات سلاسل. بارتفع تلات سلاسل وبحسبهم اول عمود. وفي نفس الغرزة بشتغل كمان عمودين بلفة مع الارتفاع. وعندي هنا غرزتين. واحد اتنين. عندي غرزة واحدة هنا. وعندي الغرزة اللي انا قفلت فيها بمنزلقة في البتلة دي كده. بشتغل هنا تلاتة اعمدة وهنا تلاتة اعمدة. اخر غرزة هنا بشتغل تلاتة اللي هي الغرزة اللي انا قفلت فيها بمنزلقة في البتلة دي. يبقى انا هنا كان عندي غرزة واحدة بس فاضية. وعندي غرزة قفلت بيها هنا بمنزلقة والغرزة اللي انا قفلت بيها هنا بمنزلقة اشتغلت فيها. كده انا اشتغلت تسع اعمدة بلفة. بارتفع سلسلة وبشتغل عليهم تمنتاشر غرزة حشو. هشتغل تمنتاشر غرزة حشو وارجعلكم تاني. بعد ما اشتغلت تمنتاشر غرزة حشو على البتلة التانية هقفل بمنزلقة تحت. بعد خمس غرز او خمس حلقات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعمل منزلقة في الغرزة رقم ستة اللي انا اشتغلت فيها البتلة دي. بدخل هنا في نفس الغرزة من جوه كده وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. بعد ما اعملت منزلقة بارتفع سلسلة. وبلف الشغل وبشتغل منزلقة وسلاسل لحد ما وصل لاخر غرزة حشو. هكمل منزلقة وسلسلة لحد ما وصل لاندي اخر غرزة. وصلت اخر غرزة منزلقة في البتلة التالتة هقفل بمنزلقة تحت. طبعا انا عندي البتلة دي كده. هنا في اخر غرزة. اللي فيها التلاتة اعمدة اللي هنا. بعد تحت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. اللي هما الخمسة اللي احنا ما اشتغلناش فيهم. وبقفل بمنزلقة ومع البتلة دي كده. في الغرزة رقم ستة. بدخل هنا مع نفس البتلة. وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. كده انا اشتغلت تلات بتلات في السطر التاني. زي ما انتو شايفين شكلهم جميل جدا. هكرر بقى بنفس الطريقة. من نقطة النهاية هنا بارتفع اتنين سلسلة او تلاتة عشان اوصل للسطر التالت. بارتفع اتنين سلسلة واحد اتنين. وبدخل في اول غرزة هنا في السطر التالت. في الحلقة دي كده. وبسحب الخيط. وبعمل منزلقة. كده انا وصلت للسطر اللي انا هبدأ منه. بعد كده من نفس الغرزة بارتفع تلات سلاسل وبحسبهم اول عمود. وفي نفس الغرزة برضو بشتغل كمان عمودين بلفة عشان اكملهم تلاتة. وفي الغرزة التانية بشتغل تلاتة اعمدة بلفة والغرزة التالتة بشتغل تلاتة اعمدة بلفة عشان اكملهم تسع اعمدة. كده انا اشتغلت تسع اعمدة في تلات غرز. بارتفع سلسلة وبلف الشغل وهشتغل عليهم تمنتاشر غرزة حشو. هشتغل تمنتاشر غرزة لحد ما وصل هنا عند اخر عمود. وصلت اخر غرزة حشو في اخر عمود. هقفل تحت بمنزلقة في الغرزة رقم ستة. بعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وبدخل في الحلقة رقم ستة. بسحب الخيط وبعمل منزلقة. بعد كده بارتفع سلسلة. وبلف الشغل وبشتغل منزلقة وسلاسل لحد ما وصل لاخر غرزة حشو. وصلت اخر غرزة حشو واشتغلت اخر غرزة منزلقة. هقفل تحت بمنزلقة. في الغرزة رقم ستة. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وبدخل في الحلقة رقم ستة. وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. كده انا اشتغلت اول بتلة في السطر التالت. هكرر بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر السطر هيكون معي اربع بتلات. من نقطة النهاية هنا. بارتفع تلات سلاسل. في نفس الغرزة. وبشتغل مع الارتفاع اتنين عمود بلفة. عشان اكملهم تلاتة. وبعد كده في الغرزة التانية بشتغل تلاتة اعمدة بلفة. والغرزة التالتة بشتغل تلاتة اعمدة بلفة. هيكون معي تسع اعمدة. بارتفع سلسلة وبشتغل على تسع اعمدة تمنتاشر غرزة حشو. وبعد كده بقفل بمنزلقة في الغرزة رقم ستة من هنا. اللي هي الغرزة اللي فيها البتلة دي. وبعدين بارتفع سلسلة وبشتغل منزلقة وسلسلة. اللي هو الزجزاج اللي في السطر الاخير. لحد ما وصل لاخر غرزة. بعد من هنا ست غرز. بعد تحت خمس غرز. وبقفل بمنزلقة في الغرزة رقم ستة. وبكرر بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر السطر التالت. هيكون معي اربع بتلات. هكمل وارجعلكم تاني. وصلت اخر السطر التالت واشتغلت اخر بتلة. اللي هي رقم اربعة. هقفل بمنزلقة. نخلي بالنع من الغرز اللي تحت. واحد اتنين تلاتة. وعندي الغرزة الرابعة اللي هي فيها البتلة دي كده. هنعد تاني واحد اتنين تلاتة اربعة. بعد بعدها الخمسة اللي هي دي كده. وبقفل في الغرزة رقم ستة. بعد تحت عندي هنا باقي في السطر واحد اتنين تلاتة. تلات غرز بس. والرابعة اللي هي فيها البتلة دي كده. بعد بعدها كمان واحدة. خمسة. وبقفل في رقم ستة. اللي هي دي. بسحب الخيط كويس كده وبسحب وبعمل منزلقة. كده انا اشتغلت اربع بتلات في السطر التالت. بقى الشكل زي ما فين شكلها جميل جدا جدا. هشتغل السطر الرابع والاخير بنفس الطريقة. بارتفع اتنين سلسلة عشان اعد للسطر الرابع. واحد اتنين. وبدخل هنا في اول غرزة. الغرزة دي كده اللي قصادي. وبشتغل منزلقة. وبشتغل بنفس الطريقة. بارتفع تلات سلاسل وبحسبهم اول عمود. وفي نفس الغرزة مع الارتفاع بشتغل عمودين بلفة. في الغرزة اللي بعدها بشتغل تلات اعمدة بلفة. واللي بعدها بشتغل تلات اعمدة. عشان اكملهم تسعة. بعد كده بارتفع سلسلة. وبشتغل على تسعة اعمدة تمنتاشر غرزة حشو. وبقفل هنا في الغرزة رقم ستة بمنزلقة بعيد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. بقفل بمنزلقة في الغرزة رقم ستة. وبرجع بالزجزاج على غرز الحشو التمنتاشر بشتغل منزلقة وسلسلة منزلقة وسلسلة لحد ما وصل لاخر غرزة. بقفل هنا في الجنب التاني في الغرزة رقم ستة. بنفس الطريقة. وبكرر لحد ما وصل لاخر السطر الرابع هيكون معايا ستة بتلات. هكمل لحد ما وصل لاخر السطر الرابع وارجع لكم تاني. انا كده وصلت اخر السطر الرابع واشتغلت اخر بتلة بقى الشكل زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا اشتغلت ست بتلات بنفس الطريقة بعد كده هقص الخيط وهنضف الخيط الزيادة اشتركوا في القناة خلاص كده انا نضفت الخيط الزيادة ده شكل الوردة شكلها جميل جدا طبعا الوردة لها استخدامات كتير غير الشنط لو انتوا تستخدموها في اي حاجة تانية غير انكم تعملوا بها شنطة بتقصوا الخيط ده بعد ما اشتغلنا سطر الحشب وبتنظفوا الخيط الزيادة هيبقى شكلها كده شكلها جميل جدا زي ما انتم شايفين بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة اتمنى يارب يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتم منه لو عجبكم الفيديو عملوا له لايك وشير واكتبوا لي رأيكم في التعليقات واكتبوا لي كمان بتشاهدوني من اي بلد ولو لسه ما اشتركوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته